في أجواء رمضانية اجتماعية قامت نقابة المدنيين العاملين بوزارة الداخلية الغبقى الرمضانية لمنتسبيها بعد توقف بسبب جائحة كورونا نعم وشهدت المناسبة حضورا مميزا عكس روح التواصل بين جميع القطاعات المدنية بوزارة الداخلية في أجواء أخوية بحضور كبير وبأجواء رمضانية اجتماعية جسدت روح الأسرة الوحيدة لمختلف القطاعات المدنية بوزارة الداخلية أقامت نقابة المدنيين العاملين بوزارة الداخلية الغبقى الرمضانية لجميع المنتسبين وشهدت مشاركة واسعة من شخصيات كانت لها سامات كبيرة في وزارة الداخلية وللعاملين المدنيين في مختلف القطاعات المدنية بوزارة الداخلية نقابة مدنية الداخلية الغبقى الأولى بعد جاعة كورونا وبعد تشوف الحضور الطيب فالحمد لله على كل حال أنت عارف طبعا المدنية الداخلية يعني بكل مكان العسكري والمدنيين الحمد لله عرفت وجوده ماضحة المدنيين نقابة العاملين مات الداخلية يزهم ألف خير اليوم مجتمعين نسوين قبقى حلوة حق اللي قاموا في جائحة كورونا فهذا شرف كبير أنهم يقدرونهم في قبقى ويقولونهم تعالوا حياكم الله يعني أنتم كفيتوا ووفيتوا ونحن احنا مجتمعين مع بعض عنا اليوم الحمد لله يعني قمنا في خطوة سبقونا عليها هل الكويت كلهم اللي هي التقاب مع أخواننا الموظفين سواء المدنيين أم العسكريين والحمد لله مثل من شايف وهذه يعني من الخطوات طال عمرك الإيجابية اللي إن شاء الله دائما عنا نحرص عليها بالنقابة إن شاء الله نجمع شمل أخواننا الموظفين ونلتقي فيهم ونبارك لهم بمناسبة هذا الشهر الفضيل بعيدا عن أي أنشطة أخرى أشكر الأخ رئيس النقابة بدر العازمي وأشكر بعد أخوي حمد شميلان والحضور هذا صراحة يعني حضور طيب وتغب الله طاعتكم جميعا وإن شاء الله تصير عادة لنا إن شاء الله في المستقبل وبالحضور الطيب هذا أجواء أخوية ومشاركة فعالة وتنظيم مثالي من نقابة المدنيين العاملين بوزارة الداخلية جسدت مد جسور التواصل ما بين مختلف القطاعات وتعميق الروابط الاجتماعية لكل منتسبية القطاعات المدنية بوزارة الداخلية راد شمري لتلفزيون دولة الكويت